اشتركوا في القناة هي اضخم شاحنة في العالم ولكن هذا الوزن الخفيف يتوزع على هيكل ضخم مجوف بطول 20 مترا قادر على حمل ما يقارب 450 طن من التراب والتحرك بسرعة 40 كم في الساعة كما ان الشاحنة مزودة بثمانية عجلات كبيرة ومحرك قوي يعطي حوالي 3930 نيوتن من عزم الدوران ليتفوق على 17 شاحنة تفريغ عادية مجتمع ولكم ان تتخيلوا كم ستوفر هذه الشاحنة من الوقت والجهد اثناء عمليات الحفر او البناء في المركز التاسع اكبر طائرة في العالم مريع تم تصميم هذه الطائرة الضخمة في روسيا كمحاولة لجعل نظام النقل الجوي لمكوك الفضاء قابلا لاعادة الاستخدام في مجال الطيران المدني وتستطيع هذه الطائرة الاقلع بوزن يعادل 640 طن باستخدام ستة محركات نفاثة شديدة القوة ويبلغ طول هذه الطائرة العملاقة حوالي 84 مترا بارتفاع 18 مترا لذلك اطلق عليها لقب ام الطائرات في المرتبة الثامنة الروبوت التنين زولنر قام فريق الماني مكون من 15 شخصا بتصميم اكبر روبوت تحكم عن بعد على الاطلاق على شكل تنين اخضر كبير يزين حوالي 11 طن بارتفاع 15.5 متر وبالطبع كأي تنين اسطوري فانه يطلق من فمه السنة اللهب الحارقة في المرتبة السابعة اكبر دراجة نارية في العالم قام المصمم الايطالي فابيو ريجياني بتصميم اكبر دراجة نارية على الاطلاق بوزن 5.5 طن وارتفاع 5 امتار وتم استخدام محرك مميز من قبل شركة شيفرولي بسعة 5.7 لتر مع علبة تروس بثلاث سرعات في المركز السادس اضخم سفينة في العالم زي ايمام مايرسك تعتبر هذه السفينة اكبر سفينة عائمة في العالم الى يومنا هذا وقد باشرت العمل للمرة الاولى في مياه كوريا الجنوبية وتم تحملها بالبترول السائل ليصل وزنها الاجمالي الى 600 الف طن هذه السفينة العملاقة ليست الا منشأة عائمة للغاز الطبيعي بطول 488 مترا وقدرة تخزين هائلة تعادل حجم 175 مسبحا اولمبيا ويتم تحرك هذه السفينة العملاقة باستخدام ثلاث محركات بقدرة اجمالية تصل الى 6700 حصان الشيء الوحيد الذي تعجز عنه هذه السفينة هو عبور القنوات الضيقة في المركز الخامس اكبر آلة بيع في العالم تسعى معظم المركز التجارية في العالم الى جذب العملاء اليها بمختلف الوسائل فلا يقتصر هذا على العروض والتخفيضات او الاعلانات التجارية بل يتعدى ذلك احيانا الى ابتكار آلات وادوات غريبة وضخمة تساعد في الترويج لهذا المركز وهذا ما قام به احد مراكز كوالالامبور التجارية في ماليزيا والذي قرر احياء الذكرى العاشرة لافتتاحه بتدشين اكبر آلة بيع في العالم تزين الآلة اكثر من 5 اطنان وتحتوي على 125 كابسولة يبلغ قطر الوحيدة منها حوالي 4.5 متر وهي مليئة بافخر انواع المنتجات كالهواتف الذكية والشاشات العملاقة وبالفعل قد تكون هذه الآلات بالنسبة للكثيرين من اجمل تجارب التسوق في العالم في المرتبة الرابعة العنكبوت الآلي العملاق عندما قامت لندن بامتلاك فيل ميكانيكي عملاق خاص بها قررت مدينة ليفر بول ان تحصل على شيء مشابه يجول في شوارعها ولكن بحجم اكبر وبالفعل تم بناء العنكبوت الآلي العملاق لابرانسيس بوزن 37 طن وارتفاع 15 مترا يستطيع ان يجوب الشوارع بسرعة تفوق 3 كم في الساعة بالاضافة الى قدرته على تسلق الجدران والامنية المهجورة في المرتبة الثالثة اضخم آلة حفر انفاق بنيت بيرتا خصصا لوزارة الخارجية الامريكية بهدف اتمام مشروع حفر نفق السياطل واستبدال جسر طريق الاسكا وسميت بهذا الاسم تيمنا باسم المرأة المسينة بيرتا رئيسة بلدية مدينة السياطل باعتبار ان اسمها مرتبط بتراث هذه المدينة تم تصميم هذه الحفارة العملاقة في اليابان وبلغ وزنها حوالي 7000 طن وبلغ قطرها 17.5 متر بطول 91 مترا ولهذا تم تجزئ الحفارة الى 31 قطعة ونقلها واحدة تلو الاخرى الى السياطل ليتم تركيبها هناك في المركز الثاني حفارة الفحم ذات المجرف الضوار بنيت هذه الحفارة الضخمة في المانيا عام 1995 وهي تزين 14200 طن بارتفاع 96 مترا الى الاعلى وبطول 225 مترا تمتلك هذه الحفارة اكبر مجرف ضوار في العالم بطول قطر يبلغ 21.6 متر تتوزع عليه 18 شفرة وكل شفرة تحتوي على 12 سنا قاطعا وتحتاج هذه الالة الى خمسة خبراء لقيادتها ويمكنها نقل 240 ألف متر مكعب من الفحم في اليوم الواحد في المرتبة الاولى مصادم الهيدرونات الكبير Large Hadron Collider تستخدم كلمة الهيدرونات للاشارة الى جماع الجسيمات التي تحتوي على الكواركات كالبروتون والنيوترون وبينما يمتلك البروتون شحنة كهربائية موجبة لا يمتلك النيوترون اي شحنة لهذا السبب يمكن تعجيل البروتونات في المصادم عن طريق تصلية مجال كهربائي عليها عبر دائرته ولا يمكن تعجيل النيوترونات تم إنشاء هذا المصادم الضخم الذي يعد أكبر آلة في العالم لدراسة أصغر المكونات الفيزيائية المعروفة إلى الآن وذلك باستخدام دائرة تصادم يبلغ محيطها حوالي 27 كيلو مترا تسمح بتسريع البروتونات إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء تم بناء هذا المصادم بالقرب من مدينة جونيف في سويسرا تحت الأرض بمسافة 175 مترا والجدير بالذكر أن العلماء يخططون لإنشاء مصادم هذرونات أكبر بثلاث مرات من الحالي لكن هل سيتوصلون لسرعة الضوء؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ اشتركوا في القناة